برج صاحب الشخصية القوية والرائعة جدا لديه قدرة على السيطرة على الأشخاص اللي من حوله بتأهله أن يكون بمناصب قيادية مثل مسؤول أو مواقع إدارية أكيد أنا بحكي على مولود برج الجدي بتمنى من الجميع اللايك التشجيعي والأشخاص الجدد على القناة ما ينسون بالاشتراك ومهم جدا يفعلوا زر الجرس عشان يكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى وللتواصل عطريقة الواتساب بتلاقوا رقم الواتساب تحت سوى الفيديو بصندوق الوصف ومراتا بكتبه في التعليقات نرى يا أصدقائي شو مخبالكو بالفترات القادمة يحمل لك الأسبوع الثالث وعودا سارة وأخبارا رائعة تفرح قلبك ستحقق بعض الاتصارات على الأشخاص اللي من حولك اللي ينظروا إليك نظرة الغيرة والحسد ستفوق عليهم بشكل واضح وصريح سيحاولوا تشويه سمعتك وهم من الدائرة الثانية خذ حذرك منهم وحافظ على هدوء أعصابك لكي تحافظ على انتصاراتك اللي قمت بها ستحصل على مبلغ مادي كأتعاب من عمل قديم قمت به هذا المبلغ سيدخل كتحسين على أمورك المالية ستعيد تنظيم أمورك المالية بهدف التقليل من النفقات والمصاريف المطلوبة منك ورح تنجح بهذا الأمر ورح تقلل العديد من المصاريف اللي كانت مطلوبة منك وخصوصا يومة الثلاثة والأربعاء تشعرون في بعض الارتياح العاطفي وخصوصا أنك ستتعرف على شخص على مواقع التواصل سترتاح لصحبته هذا الشخص سيقوم للأشخاص المقربين لديك ستشعر داخليا في مشاعر داخلية اتجاه هذا الشخص أنك حاب أنك تكون معه علاقة عاطفية وإن شاء الله يكون نهايتها الزواج الصالح في الأمور الصحية تبدو الأمور جيدا ولكن هناك بعض الآلام الغير الاعتيادية وخصوصا في المفاصل وأسفل الظهر حاول بعد ما تخلص كل الأعمال المتراكمة عليك لا تتردد أنك تأخذ إجازة يوم يومين لكي تستعيد نشاطك وعافيتك من أول وجديد وإن شاء الله القادم سيكون أفضل وأفضل بإذن الله تعالى كل الحب والتقدير لكم يا أصدقائي